بداية راوية على الصعيد المهني مسعود بازاشكيان هو طبيب مشهور في إيران وهو طبيب جراح طبيب قلب أما سياسيا فمسعود بازاشكيان هو المرشح الوحيد الذي وجه إليه المرشد الأعلى علي خمينئي رسائل مبطنة دون أن يسميه عندما قال بعض رجال السياسة الإيرانيين يعتقدون أن كل الطرق التقدم تمر عبر الولايات المتحدة بازاشكيان بعد هذا الكلام أكد أنه ملتزم بسياسة النظام لكن رغم هذا فهو مصر على إحياء الاتفاق النووي الإيراني مشددا على أن الوحدة داخل البلاد يمكن أن تساهم بسياسة خارجية ناجحة في إشارة إلى الانقسامات العميقة بالداخل أيضا الرجل مؤمن بإقامة علاقات جيدة مع العالم والابتعاد عن سياسة المحاور بهدف رفع العقوبات الصارمة التي فرضتها واشنطن على بلاده والتي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني من دون أن ينسى الإشارة إلى أن الالتفاف عليها تسبب بالفساد